يسأل كم متوسط تكلفة الإعلانات في صفحة دروب شبنج في الولايات المتحدة لا تتحسب شيئا لكن على الأقل يكون معك ميزانية إعلانية طالما تعتمد في الإعلانات بس على الترافق 20$ في اليوم 20$ في اليوم تكفيك ان انت تعمل تست وتختبر منتج واثنين او غالبا في الأول هتبدأ طبعا بمنتج بس انا مش عاوزك تبدأ يكون معاك 60-70$ بس وتولا انا هبدأ دروب شبنج في الولايات المتحدة الأمريكية هتجي بعد يوم 3 تلاقي الفلوس خلصت في الإعلانات ومحققتش أرقام وفلوس اقراحت فلا لازم بتحتاج طبعا رأس مال اللي بيقولك تدروب شبنج مجاني بدون رأس مال وصفر دولار وده حد بيتحك عليك وغالبا بيكون عاوز يبيع للك كورس ويقولك يعني ان ما تخافش ادخله ومش عارفه يقول لما تدخلوا لك لا ما هو لازم استثمر وكده لا خليك صريح مع الناس من الأول أنا عندي كورس دروب شبنج مجاني موجود على قناتي على اليوتيوب هو الأكبر في الوطن العربي وأتلاقي أفضل من أي كورس مدفوع بفضل ربنا سبحانه وتعالى لأنه تجاربي الشخصية مش معلومات منقولة من مكان لا تجاربي الشخصية اللي بعملها في متاجر الحمد لله بتحقق مبيعات ضخمة زي دراست الحالة اللي احنا عرضناها على اليوتيوب مبيعات 43 ألف دولار في أربع أيام يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى هل كل اللي بيش رح ضرب شبنج عنده دراست حالة زي دي أو قدم لك دراست حالة زي دي وبالفيديو من داخل حساب وبيعمل رفرش للصفحة وكده زي ما احنا بتشتغل يعني لا أزوم